طيب بطولة دوري أبطال أفريقيا هي البطولة الأغلى والأهم بكل تأكيد لكل عناصر المنظومة الأهلوية سواء جماهير مسؤولين جهاز فني لعبين بطولة مهمة ودائما التركيز بيكون عليها لكن خلينا نتفق على أمر أيضا واضح ومهم ومعروف أن المنافسة دائما على بطولة دي بتبقى صعبة جدا أنت هتحاول تعمل كل اللي عليك عشان تقدر تحافظ على اللقب بتاعك بما أنك بطل دوري أبطال أفريقيا وأفضل فريق في القرى الأفريقية وبعد كمان موصلت كاس العلم وكسبت الميدالية البرونزية أو حقاة الميدالية البرونزية فده أمر مهم جدا مواجهة بكرة صعبة لعدة أسباب أول سبب أنت هتلعب قدام 30 ألف مشجع تقريبا يعني من جماهير راسيمبة فمتحمسين جدا وكان واضح من التصرحات وواضح من الحسابات المختلفة ليهم على السوشيال ميديا الحسابات الرسمية بتاعتهم كمان وكلامهم عن المواجهة بشكل كبير جدا كمان عنصر المناخ هيبه صعبة عليك شوية الملعب جيد لحد ما لكن أنت هتلعب الساعة 3 العصر أو 4 عندهم يعني في عز الشمس فأنت مش متعودة على كده لكن كاية الميزة بالنسبة لنادي الأهلي أنه هو سافر بدري شوية قبل المباراة تقريبا بتاعت 4 ايام حاولت تتأقلم بتتمرم في نفس عادل المباراة كل دي أمور تساعدك أن أنت تخش الأجواء وتقدر تتعامل في المباراة مع هذا التوقيت الصعب بكل تأكيد وعندنا خبرات سواء بخصوص اللعبين خبرات كبيرة جدا وكمان بخصوص الجهاز الفني وبالتحديد مستر بيتسو مسماني عنده خبرات أفريقية كبيرة والديل دايما بترجح كفته وكفة الفرقة اللي بيقودها وبالتحديد النادي الأهلي نتمنى يا رب بكل التوفير النادي الأهلي في مورات بكرة إن شاء الله نرجع من نتيجة أجابية أقل تقدير تكون التعادل بس إن شاء الله عندنا أمال كبيرة وطمحات كبيرة إن الأهلي إن شاء الله يفرحنا بكرة من خلال الفوز على سنبا تنزاني عشان يواصل انطلاقته القوية بعد الفوز على المريخ بنتيجة 3-0 في أول مباراة في المجموعة في استاد القاهرة